عايزة أكلم الزوجة بقى النهاردة حلقة كلها هي حلقة زعل النهاردة كلها هي حلقة زعل ربنا يجعل كلام ده بس خفيف عليه دلوقتي لكل زوجة بتزوجها وزوجها بيحبها وفيه استقرار والكلام ده وجادت الأم أم الزوج تزور أو جادت تقعد فترة أو كذا يعني لو حد غريب إحنا كمسلمين يعني الحاجات دي رحت من المجتمعات ولا إيه يعني إحنا في بيوتنا إحنا كمسلمين لو حد جي من سفر أو حد جي كذا ما إحنا بنكرمه إحنا مش بنكرمه الناس والضيافة للكافر تلت تيام ومعدين يدعوه للإسلام يعني تضيفه يوم والتاني والتالي تلت تيام يستجر تجر تلاتة وتكلمه وتقدمه وتقدمه كل أنواع الضيافات والكرم وبعد كده تدعوه إلى الإسلام وإيه الله فلا فلما يجينا حد غريب إحنا بنكرمه إنتي ليه بتتدرري أصلا بتتدخل ماشا أحبه وكذا وشايف نظام بيتك وكذا ولما أنت تبقى حتى قصص لكن ماشا جاها جاوني ما تتسمحني الناس أنها تتدخل لكن من راحة وإحنا بنقول كذا بنعمل وقت الصلاة ووقت الحاجة بتشوف نظام البيت نديفة بتحب زوجها بتحب زوجك بتشوف مرات ابنها إزاي وهي حريصة على زوجها وحريصة على ابنها اللي هو ابن الأم يعني والأولاد والأحفاد أنا شيء طيب مش ده اللي هتكلم فيه أنا هتكلم في رفقا رفقا بالستات الكباري العواجيز بأم الزوج ابنها راكب العربية وده الموقف اللي أنا طلبت أن أنا أتكلم فيه ووضحه لأن يعني فيه مشاكل كتير والزوج بيركب السيارة وجاب أمه جنبه عملت مشكلة وطلاء ومش طلاء أنا اللعب جنبك أمك تجي ليه وتقعد هي قدام لي إيه ده إيه ده يعني هتعملي مشكلة عشان أم زوجك قعدت قدامه في السيارة هي كم مرة بتيجي تقعد قدام كم مرة بيوصلها لو وصلها لطبيب ولا وصلها لهنا ولا جات عندك وبيوصلها من أخه لأخه من أخ الأخ ولا من عند أخته وانت بقيت الأيام انت اللي موجودة يعني يا ست ده الكبار ما بيعرفوش يتنوا رجليهم وإحنا هو ذاتنا ده لو بش عقدرين نقعد وراء ركبنا وتعملي مشكلة وتعملي وهتطلق وأعمل وكذا ولهي وتعرف مقامها إيه اللي تعرف لأ فوقي أنت أنا بكلم المسلمة أنا بكلم الزوجة المسلمة التقية اللي مرجعيتها الله عز وجل اللي بتبقى عايزة جنة دنيا وآخرة اللي بتبقى عايزة أن ربنا راضي عنها وعن بيتها وعن أولادها ليه يا بنتي ليه ما تسمعيش كلام مسلسل إيه أنا مش عايزة أروض لحاجات فازدة السجين في المسلسل وهو المسلسل دوت قدوتك يعني الممثلين دول ولا السيناريست ده اللي عايزيننا ناخد منه وإحنا ناخد منه قواعد للتعام ده كلام فاضي ده مين مين دول ولا المشخصاتية اللي بيجوا يعمل هما دول يا حبيبتي اللي تاخدي منهم أفعل ولا أفعل يا خلاص يا جماعة بقى زمن زمن التفاهات وزمن الهيفات للدرجة اللي احنا فيها دي إيه الكلام الفاضي ده إيه الكلام الفاضي ده يعني حتة الناء قدام ولا ولا تقعد كما تقعد ما يكرم أم أنا أعرف بالزوجات الصالحات زي ما فيه المنمازج السيئة اللي بتتنشر على الصشة وتبقى تتصدر اسمعوا إن مجز الجنلان هقول لكم عليها دي أعرف من الزوجات اللي الزوجة دايما تحس زوجها خد هدية لولدتك اعمل لولدتك خرجها في المكان الفلاني كم حالة لو هي مش عجبها تيجي معانا أو يعني تتضرر من الأولاد واللي تعرفين بقى اللي عندها ثلاثة عيال واربع عيال وكذا خدها أنتو هي وروحهم عندنا خروجها يوم في الأسبوع خلي أسبوع لنا إحنا كأسرة وإسبوع لها وفرحها خدها لمحل دهب وهتلاها هدية قد كذا وخد من البيت أنا عملت جمعية خد كذا تب تاسع طبعا معها زوج راجل أنا عارف أنا عارف أنتو هتقوله إيه أنا عارف أنتو هتقوله مش لما يبقى معها معها زوج راجل زوج محترم وهي بتعينه وبتساعده الله عز وجل يبخسها أبدا الله سبحانه وتعالى ما يردش يرد الخير والله الخير لا يعدم أبدا أعرف من الزوجات اللي ممكن أن هي تقول له لأ روح وبر وعمل وهات وكذا وكذا طب يا ما قابلوش مين قالك أن احنا مستقنين أنهم يقابلوا ما أقول إخلاص مش ده أنا عايز أقولك بقى التجرد أنك تؤذف اللي أنت نوتي فيه مش مهم أنا نوتي من تختبري نوتي لله وعمل وجع فوق دماؤه يا ساه مياش يعم اكتبلونا لأنكم صوابين اكتبوا هنا بس في مزال الحسنات عشان قتل ربنا اكتبوا لنا هنا الخير احنا نوينا كذا كذا وقذينا في من توينا فيه لكن إن احنا نبقاعدين راس براس وندي ست كبير عاشت النهاردة هتعيش بكرة خلي دايما دايما اللي تقول الله يبرك لها زوجة ابن والله ما طلعت منها لعيبة والله ما في مكان روح مكان اللي لو تكرمني فيه طب اتأذيتي منعي القذب احنا بنقول كذا كل حلقاتنا كده تجي لي أم مسجلة بصوتها وهي تبكي تبكي وتقول لي يعني ما كانش قصدي طب انت رأيك أروح أصلاح ما تروح إيش تصالحيها تصالحيها عشان انت غلطتي انت ما غلطتي طب أه سأنا تسببت لهم أه سأنا ما كنتش هي اللي فهمها غلط يا بنات يا بنات يا اللي بتحب الله عز وجل ورسوله يا بنات يا مسلمات اسمع يا بنتي الكلام الخير اللي يخليك على الطريق الصح في زواجك وبيتك وعباداتك محصلها مش انفصالية أزا بصلي وأنا لبس حجاب ومعاملاتك زفت دين سمت خارجي وداخلي دين يعني معاملة أثر العبادات اللي انت بتقولي يا رسول الله إن الفلانة تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جير أنا قال لها خير فيه تسايمة بطول النهار ما شاء الله وقايمة طول الليل وتؤذي جير قال لها خير لأن المفروض أثر العبادة ده بيبنع الجوارح طب عملت وتأزيت عند الله استنى عند الله ونع الأز لا ما فضلك أنا مش بحب حد يقول كذا ولا الألفز دي ولا فاكذا أعمل اللي معايا واللي موجودة ولا اللي تقسمت الشغل ولا فوقت العزوم شكرا سلامه عليك بيجيبوا في أخبار ناس وغيبة ونميء مع السلام شكرا أمنع الأزل وحض الحدود يبقى عارفين فلانا جات الشيخة جات يا أهلا وسي الله شغلولنا بقش ويترياقو مايترياقو أسلام تقولوا ويترياقو المؤمن أنا بتاعت ربنا شكرا على راسي بس أهم القعدة اللي أنا فيها فيها ربنا ورسوله فقط صلوا عليه لكنك تسمحل نفسك إنك أنت تحط نفسك في مقارنة أو في ندية معهم يا بنت ده غلط خسرانة حب الأم دوت خسرانة أنا بقول لك خسرانة إلا إذا كان هو عاي العاق بقى وده حب وحبك حب تاني أنت ده غرفة ودي غرفة ده صالون وده رسيبش أوه معايا ده صالون رسيبش يتفتح على بعض دي حاجة ودي حاجة فما جيش تقرني نفسه وتقولي لا أصلها ترك أصلها الدلد الأصل لازم تفاهمك كده ما تجيش وتقولي قومي بدحك قولي لها من غير ما تقول من غير ما تفعوتي يا سلام بس عم نركب لك الحزام كمان ويالله سلام وبنتي وراء مع العيال طب عندي ابن مثلا وبره وإخواته وكبار أولاد عمه وأولاد خطب يبقى الولد افتحوا يا جماعة شارج لها بدل ما تتزنق لكن مفيش قلنا مشان قاعد الرجل اللي مش من محارم وراء مع جنب النساء يعني فيه تكتيكات بدو بقى عقلانية منطقية لكن أعمل وطل وطلق ويانا يا هي وما تجيش وما تعملش وما تعملش وعلى الله تعطب لا 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 مش كده يعني الله قفلك يعني ليس منا ما لم يحترم عارفة كده الصغير يحترم الكبير ويوكر كبيرنا اللي ما يسامل اللي بيعطفش على الكبير على الصغير ده فين قلبه ماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ووكر الكبير فأدعو الله سبحانه وتعالى ما كانو زعلته مني النهار ده أنا بزع بس كان لازم صراحة نتكلم بالكلمتين دول علشان معلش يعني يبقى أمورنا متوازنة وما جيش نقول إيه آه ما يلا معاهم لا 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 معاهم معاهم ولا عليهم عليهم الصح صح وما يختلفش عليه اتنين والصح واضح قبلش والحق لا يختلف عليه لكن نجي ندلس ونعمل قال في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولاكم بالخير تزعلوش مني بأن أنا زعاقة النهار